موسيقى فيما يخص القاعة كان واحد من المشروع في المدة الانتدابية الأولى من مجلس المدينة الضار البيضاء في 2006-2003-2009 في تلك الفترة من المشاريع التي تم المصادقة عليها تم توقيع اتفاق من خلالها تم تمويل برنامج إعادة هيكلة حديقة الجامعة العربية كيف سيكون هذا التصور؟ وهو بإرجاعها إلى حالتها الأولية يعني بدون حواجز أو موانع على مستوى الشارع الروداني على مستوى الشارع الحسن الثاني على مستوى زنقت أو ممر علي بن أبي طالب وكذلك ابن طوفيل إذا كان هذا المشروع هو هذا فالمشروع يجب أن يرجع الحديقة العربية إلى الجامعة العربية عرفت مجموعة تعطرات ولكن في الأخير تم افتتاحه جزئياً اليوم ارتعت السلطات المحلية مع مجلس المدينة باستكمال المشروع وذلك بهدم قاعة وهدم ما تبقى من الأسوسيات المديترانية والفلاحات والمجموعة من المنشآت باستثناء المسجلة باستثناء المسجلة باستثناء المسجلة باستثناء المدينة التي وقفوه عمليات هذه ووقفناها واليوم الحمد لله كان بشر الوداديين ومحب الرياضة بصفة عامة بأنه نادي الوداد اليوم كانت توجد واحد اتفاقية التي ستم صدق عليه في الدورات القادمة في الدورات القادمة من شاء الله المجالس بثلاثة لتمويل قاعة خاصة بنادي الوداد الرياضي لكرة السلة سيناريوهات حول المناطق اللي كان فضلوه ما نقولوش الاماكين ديانوك الى حين البت في البقعة اللي عتكون مخصصة ان شاء الله لبناء هاد القاعة اللي غتكون ان شاء الله وهنا كان بغن نتوجه بالشكر للسيد الوالي والسيد عامل عملت مقاطعات الداربيضة انفا وكذلك لعمدة مدينة الداربيضة ولي جميع المنتخبين المجالس المحلية اللي قبلات باشتمول العملية ديال لانتقالوا ديالبناء قاعة جديدة